موسيقى السلام عليكم أعزائي طالبات وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع حلقة جديدة من حلقات الجغرافية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم حلقة النهاردة هناخد فيها جمهورية البرازيل هنتعرف على الموقع الفلكي وجغرافي لدولة البرازيل هنتعرف على التدريس بتاعتها على السكان أهم الأنشطة الاقتصادية والموارد في دولة البرازيل وعلاقتها بمصر يلا بينا مع بعضنا نبدأ درس النهاردة احنا متعودين يا شباب أول حاجة بناخدها في أي دولة بناخد الموقع الفلكي والموقع الجغرافي وإحنا عارفين الفرق بين الموقع الفلكي والموقع الجغرافي الموقع الفلكي هو الموقع بين خطوط الطول ودوائر العرض الموقع الجغرافي هو الموقع بالنسبة للبحار والمحيطات والدول المحيطة بدولة النهاردة دولة البرازيل النهاردة في دولة البرازيل هنعرف أن الموقع الفلكي بتاعها بتقع بين دائرتين عرض خمسة شمالاً وثلاثة وثلاثين جنوباً دولة البرازيل زي ما احنا شايفين على الخريطة هي أكبر دول أمريكا الجنوبية من حيث المساح أكبر دولة في قارة أمريكا الجنوبية هي دولة البرازيل تحتل نص مساحة القارة تاني يا شباب دولة البرازيل جمهورية البرازيل الدولة الأولى في المساحة في قارة أمريكا الجنوبية نص مساحة أمريكا الجنوبية هي دولة البرازيل أكثر دولة سكاناً يبقى أكثر دول القارة في السكان دولة البرازيل أكبر دولة في مساحة أمريكا الجنوبية هي دولة البرازيل وغدا نص مساحة أمريكا الجنوبية طب موقعها الفلكي بنقول بتمتد بين دائرتين عرض دائرتين عرض إيه؟ خمسة شمالا و 33 جنوبا خمسة شمالا يعني شمال خط الاستواء 33 جنوبا يعني جنوب خط الاستواء إذن يمر في دولة البرازيل خط الاستواء وده هيفدنا في المناخ والنبات الطبيعي تاني مع بعض الموقع الفلكي دوائر العرض مهمة جدا بنقول بتمتد بين دائرتين عرض خمسة شمال خط الاستواء 33 جنوب خط الاستواء تمتد بين خطي طول كام وكام يقول لي خطوط الطول في دولة البرازيل 35-74 35-74 غربا غرب إيه؟ غرب خط جرينيتش تاني يبقى خطوط الطول دوائر العرض الموقع الفلكي تمتد بين دائرتين عرض خمسة شمالا و 33 جنوبا يمر في البرازيل خط الاستواء خطي طول 35-74 غربا 35-74 غربا البرازيل أكبر دول أمريكا الجنوبية مساحة البرازيل أكبر دول أمريكا الجنوبية في عدد السكان تمام الموقع الجغرافي والمساحة هلأ أن البرازيل بيحدها عدد كبير من الدول زي ما احنا شايفين على الخريط؟ هلأ أن بيحدها من الشمال أربع دول؟ جيانا جويانا سورينام فينزويلا جيانا بعدها سورينام بعدها جويانا بعدها فينزويلا يبقى أربع دول من الشمال تاني يحد البرازيل شمالا أربع دول جيانا جويانا سورينام فينزويلا أربع دول شمالا يحدها من الغرب كولومبيا بيرو بوليفيا يبقى ثلاث دول من الغرب يبقى سبع دول لغايد دلوقتي من الغرب كولومبيا بيرو بوليفيا من الجنوب الغربي هلاقي ثلاث دول أرجوي باراجوي الارجنطين دولة أرجوي باراجوي الارجنطين يبقى في عشر دول بتحيط بدولة البرازين يبقى لما يجي للموقع الجغرافي بتاعها يقول لي يحدها العديد من الدول جيانا جيانا سورينام فينزويلا كولومبيا بيرو بوليفيا باراجوي أورجوي الأرجنتين يحدها من الشرق والشمال الشرقي المحيط الأطلنطي زي ما احنا شايفين يبقى إذن البرازيل بتطل بمساحة كبيرة على المحيط الأطلنطي لها سواحل كبيرة على المحيط الأطلنطي الموقع الفلكي بتاعها سهل والموقع الجغرافي أسهل الموقع الجغرافي يحيط بها عشر دول جيانا جيانا سورينام فينزويلا كولومبيا بيرو بوليفيا أورجوي باراجوي الأرجنتين بيحدها من الشرق والشمال الشرقي المحيط الأطلنطي مساحة البرازيل يا شباب تمانية ونص مليون كيلو متر مربع ودي مساحة كبيرة جدا وإحنا قلنا بتحتل نص مساحة القارة تمانية ونص مليون كيلو متر مربع تمام تدريس تدريس البرازيل سهلة جدا احنا متعودين يا شباب لما بنجي ناخد تدريس أي قارة أي دولة بلقيها متنوعة هضاب سهول جبال هنا رياحتنا البرازيل وقالت ما عنديش إلا هضاب وسهول هضاب وسهول سهول فايدية وسهول ساحلي طب الهضاب اللي في البرازيل احنا واغدين في الترم الأولاني لما جينا خدنا أمريكا الجنوبية قلنا ان فيه هضبة كبيرة جدا في أمريكا الجنوبية اسمها هضبة البرازيل يبقى يسود البرازيل المظهر الهضبي وتشمل هضبة البرازيل في الجنوب وبعض الهضاب في الشمال هلاقي ان مساحة البرازيل بتشغل هضبة البرازيل جزء كبير من مساحة الدولة يبقى الهضاب يسود البرازيل المظهر الهضبي أهم هضبة في دولة البرازيل هي هضبة البرازيل تمام وفي بعض الهضاف في الشمال يبقى دي الهضاف طيب السهول عندي نوعين من السهول سهول فايدية وسهول ساحلية السهول الفايدية اللي هي سهول نهر الأمازون الفايدية ناخدنا قبل كده سهول نهر الأمازون بتمتد نزلة من جبال الانديز لغاية المحيط الأطلنطي أكبر سهول فايدية أوسع سهول فايدية في العالم يبقى سهول نهر الأمازون الفايدية وعندهم سهول ساحلية ما احنا قلنا البرازيل بتطل على المحيط الأطلنطي إذن عندها سهول ساحلية بس هنا بيقول لي سهول ساحلية ضيقة برافو احنا واخدين قبل كده سبب ضيق السهول الساحلية اقتراب الجبال والهضاف هنا اقتراب هضبة البرازيل هضبة البرازيل قريبة من السهول الساحلية قريبة من المحيط الأطلنطي عشان كده عملتلي سهول ساحلية ضيقة على المحيط الأطلنطي مش هنتوهم من بعض احنا خدنا موقع فلكي موقع جغرافي تاني حاجة خدناها التدريس قسمنا التدريس هضاب وسهول هضاب هضبة البرازيل وبعض الهضاب في الشمال هضبة البرازيل بعض الهضاب في الشمال تي الهضاب سهول اتنين سهول فايدية سهول نهر الأمازون سهول ساحلية على المحيط الأطلنطي سهول ساحلية ضيقة بسبب اقتراب الهضاب يبقى دي تدريس البرازيل مساحة البرازيل تمانية ونص مليون كيلو متر مربع اكبر دول قارة امريكا الجنوبية في المساحة مناخ البرازيل لو احنا حفظنا مع بعض دواير العرض بتاعت البرازيل خمسة شمالا تلاتة وتلاتين جنوبا هقدر اعرف المناخ لوحدي بيعدي فيها خط الاستواء عشان كده هللاقي يا شباب عندنا فيها تلات انواع من المناخ فيها مناخ استوائي فيها مناخ مداري فيها مناخ معتدل البرازيل فيها تلات اقاليم مناخية فيها مناخ استوائي فين حوض نهر الامازون والسهول الساحلية الشمالية عند نهر الامازون يبقى دا اقليم استوائي مناخ استوائي عارفينه حار ممطر طول العام اقليم استوائي شمال البرازيل عند حوض نهر الامازون عند خط الاستواء تحتيه هللاقي الاقليم المداري ظروف مناخية او الظروف المناخية المدارية الحارة عارفين الاقليم المداري الحار حر ممطر صيفا حر جاف شتاءا يبقى هنا فيه اقليم مناخي مداري فين؟ سهول شرقية وهضبة البرازيل يبقى في الشمال اقليم استواء على هضبة البرازيل والسهول الشرقية بتاعتها هلاقي اقليم مداري او مناخ مداري فيه اقصى جنوب شرق البرازيل تحت خالص من البرازيل هلاقي المناخ المعتدل تاني المناخ ده مترطب على ايه؟ على دواير العرض ما احنا اقلنا هي من 5 لـ 33 يعني فيها ثلاث اقليم مناخية اقليم استواء في الشمال مناخ استواء في الشمال حر ممطر طول العام في حوض الامازون والسهول الساحلية الشمالية اقليم مداري او مناخ مداري السهول الشرقية وهضبة البرازيل مناخ معتدل في اقصى جنوب شرق البرازيل وده يترتب عليه النبات الطبيعي يبقى ثلاث اقليم مناخية في البرازيل يتنوع مناخ البرازيل استوائي مداري معتدل هلاء النبات الطبيعي نفس الحكاية لأنه نتيجة للمناخ هلاء غيابات استوائية هلاء حشائش سافانة طويلة هلاء حشائش معتدلة الاستيبس تلت أقليم مناخية تعمل لتلت أنواع من النبات الطبيعي تسود الغيابات الاستوائية في الإقليم لس تواء برافو اللي هو في حوض الأمازون وخدنا كلام ده قبل كده قلنا أن حوض الأمازون أكبر غيابات استوائية في العالم يبقى عندها غيابات استوائية تحت الغيابات الاستوائية على هضبة البرازيل في الإقليم سمعتك برافو المداري ما احنا عارفين أن حشائش السافانة هي حشائش مدارية حارة بتنمو في الإقليم المداري فوق هضبة البرازيل يبقى ده تاني نوع من النبات الطبيعي تالت نوع من النبات الطبيعي حشائش معتدلة فين؟ في الأطراف الجنوبية في الإقليم المعتدل الرطل برافو يبقى تلت أقاليم مناخية يتنوع النبات الطبيعي لتنوع الأقاليم المناخية قلتلي أن فيه تلت أقاليم مناخية استوائي مداري معتدل يبقى عندي غيابات استوائية حشائش مدارية طويلة سافانة حشائش معتدلة الاستبس في الأطراف الجنوبية يبقى ده المناخ والنبات الطبيعي سكان البرازيل ابتدنا الحلقة وقلنا ان البرازيل اكبر دول قارة امريكا الجنوبية من حيث السكان سكان البرازيل خليط من معظم الاجناس يتنوع السكان في البرازيل هلقى السكان الاصليين هم الهنود الحمر الهنود الحمر سلالة اصلية سكان اصليين وعناصر سوداء ذات اصول افريقية اللي تم تهجرهم هجرات اجبارية واوروبيين يبقى يتنوع سكان البرازيل عند معظم الاجناس موجودة في البرازيل عند سلالة الهنود الحمر سكان اصليين عند عناصر سوداء اللي هم الزنوج اللي جايين من افريقيا اصول افريقية عند المهاجرين الاوروبيين سكان البرازيل 233 مليون نسمة يقول لي دول نص سكان القارة نص سكان امريكا الجنوبية عايشين في البرازيل تعاني البرازيل من قلة عدد السكان برغم مساحتها الكبيرة البرازيل مساحتها تمانية ونص مليون كيلو متر مربع تمانية ونص مليون كيلو متر عايش عليهم 233 مليون نسمة وبتعاني من مشكلة في عدد السكان يقول لي بسبب ان المساحة كبيرة بس وجود مناطق تكاد تكون شبهة خالية من السكان مساحات كبيرة جدا من دولة البرازيل ما حدش بيسكنها اللي هي فين؟ برافو الاقليم الاستواء المناطق الاستوائية سهول الامازون غابات استوائية تنتشر فيها الامراض غابات الاستوائية ما حدش هيعرف يسكن فيها يبقى برغم مساحة البرازيل الكبيرة قد ايه؟ تمانية ونص مليون كيلو متر مربع بسبب وجود مناطق خالية وجود مناطق خالية تكاد تكون ما فيها السكان خالص اهمها سهول الامازون هيتركز السكان فين في البرازيل؟ عارفين من الترمي الاولين ان السكان بيتركزوا فيه يا اما سهول فايدية يا اما سهول ساحلية يا اما مدن كبيرة طب البرازيل السهول الفايدية اللي فيها ينفع يتركز السكان طبعا احنا لسه قيلين لا السهول الفايدية اللي هي سهول الامازون تكاد تكون خالية من السكان يبقى السكان هيتركزوا فين في البرازيل؟ السهول الساحلية والمدن الكبرى يتركز السكان في الساحل الجنوب الشرقي حيث المدن الكبرى المدن الرئيسية يبقى سكان البرازيل يتركزوا كلهم فين؟ الساحل الجنوب الشرقي الساحل الجنوبي الشرقي سهول ساحلية والمدن الرئيسية في الساحل الجنوب الشرق دولة البرازيل حكومة البرازيل عشان تقضي على مشكلة توزيع السكان ان في مناطق خالية من السكان انشأت عدة مدن لتعمير هضبة البرازيل واعادة توزيع السكان الدولة هناك بتنشئ مدن جديدة عشان تعيد توزيع السكان في المناطق الخالية زي برازيليا وميناؤس دي اهم المدن الجديدة اللي انشأت في البرازيل بما تفسر لإعادة توزيع السكان لإعادة توزيع السكان يبقى سكان البرازيل عددهم قد ايه؟ 233 مليون نسمة عايشين على مساحة قد ايه؟ 8.5 مليون كيلومتر مربع نصف مساحة القارة هل السكان عايشين في البرازيل كلها في المساحة كلها؟ لا في مساحات كبيرة خالية من السكان فين؟ سهول الامازون الاستوائية سهول نهر الامازون سهول فايدية بس فيها جايبات استوائية هيتركز فين السكان؟ الساحل الجنوب الشرقي حيث المدن الكبرى والدولة أنشأت مدن جديدة لإعادة توزيع السكان زي برازيليا وميناؤس النشاط الاقتصادي في البرازيل مهم جدا يا شباب النشاط الاقتصادي هيتنوع هلاقي أول الأنشطة الاقتصادية هي الزراعة وقطع الأشجار يعمل بالزراعة ربع القوى العاملة ربع القوى العاملة ربع الناس اللي بتشتغل في البرازيل 25% من القوى العاملة شغالة في الزراعة تشمل الأراضي الزراعية 2% من المساح بس أيوة بس الأراضي الزراعية في البرازيل 2% من مساحة البرازيل اللي هي 8.5 مليون ليه؟ لأن قلنا في جزء كبير هضبة البرازيل في جزء كبير سهول فايدية الامازون غابات استوائية غير مستغلة هلاقي البرازيل أولى الدول في البن أولى الدول في أصب السكر ما احنا خدناها وحافظين البرازيل الصين الهند في البن البرازيل الصين الهند أصب السكر يبقى أولى الدول في البن البرازيل أولى الدول في أصب السكر البرازيل هيتم قطع أشجار الغابات الاستوائية ويستغلوها والأشجار بتاعت الغابات المدارية ويستغلوها ويقوموا بتصنيع الأخشاب يبقى أول نشاط اقتصادي في دولة البرازيل هي الزراعة وقطع الأشجار الزراعة بيزراعه فين؟ في 2% من المساحة ايه أهم المحاصيل الزراعية اللي عندهم؟ بن وقصب سكر هي الأولى في بن وقصب السكر في العالم الأولى في البن في العالم الأولى في قصب السكر في العالم يبقى الأولى في البن وقصب السكر وخدناها في المحاصيل الزراعية تاني حاجة عندهم مع الزراعة في قطع الأشجار وتصنيع الأخشاب بما تفسر بسبب انتشار الغابات الاستوائية والغابات المدارية يبقى عندهم تصنيع أخشاب الرعي وصيد الأسماك احنا خدنا في المناخ والنبات الطبيعي قلنا المناخ فيه كم إقليم مناخي؟ ها؟ برافو ثلاث أقليم مناخية استوائي، مداري، معتدل النبات الطبيعي، ثلاث أنواع من النبات الطبيعي غابات استوائية، حشائش السفنة، حشائش الاستوائي استيبس في الجنوب إذن هيبقى عندهم رعي ليه؟ لأن الرعي قائم على النبات الطبيعي على الحشائش احنا خدنا في الدرس قلنا قبل كده لما جينا للرعي والصروة الحيوانية قلنا فيه نوعين من الرعي رعي بدائي في الصحاري رعي تجاري في الحشائش حشائش ايه؟ السفنة والاستيبس يمثل الرعي حرفة مهمة في البرازيل حيث المراعي الدائمة في شمال هضبة البرازيل اللي هي السفنة يبقى المراعي دائمة في شمال الهضبة تمتلك صروة حيوانية كبيرة من الدول المنتجة والمصدرة للحوم البرازيل بتحتل مكانة كبيرة جدا في إنتاج وتصدير اللحوم بما تفسر ليه البرازيل عندها صروة حيوانية كبيرة؟ بسبب وفرة برافر الحشائش الحشائش هي السبب في امتلاك الصروة الحيوانية يبقى فيه زراعة قطع أشجار قطع الغابات وتصنيع الأخشاب عندهم الرعي الرعي من الحاجات المهمة جدا في البرازيل بسبب وفرة الحشائش البرازيل من أهم الدول المنتجة للأسماك إحنا خدنا قبل كده يا شباب وقلنا إنتاج الأسماك بسبب طول السواحل أي دولة عندها طول سواحل لو خاصة على المحيطات فاكرين لما قلنا فيه عوامل لتطور حرفة صد الأسماك إيه؟ التقاء الطيارات الباردة مع الطيارات الدافئة موجودة عندهم في البرازيل طول السواحل موجودة عندهم في البرازيل يبقى من أهم الدول المنتجة للأسماك ليه؟ ليه؟ امتلاكها سواحل كبيرة جدا على المحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي ونهر الأمازون يبقى بتصطاد من نهر الأمازون بتصطاد من المحيط الأطلنطي بتصطاد من البحر الكاريبي عشان كده بما تفسر البرازيل من الدول المنتجة للأسماك بسبب امتلاكها سواحل كبيرة طويلة على إيه؟ محيط الأطلنطي بحر الكاريبي نهر الأمازون نشاط الاقتصاد نعيده تاني قلنا عندنا إيه؟ زراعة قطع غابات قطع أشجار وتصنع الأخشاب راعي صيد أسماك الصروة المعدنية في البرازيل المعادن اللي موجودة في دولة البرازيل يقول البرازيل بتمتلك صروة معدنية أهم المعادن اللي فيها الحديد بوكسايت منجنيز الحديد عارفينه كل الصناعات يدخل فيها أو معظم الصناعات يدخل فيها الحديد وعرفنا الدولة الأولى في الحديد هي دولة الصين البوكسايت المادة الخام للألومونيوم وقلنا الدولة الأولى في البوكسايت هي أستراليا والدولة الأولى في الألمونيوم هي الولايات براظو البرازيل عندها الاتنين عندها حديد وعندها بوكسايت عندها حاجة تاني مانجانيز يبقى تمتلك تلات أنواع من الصروة المعدنية تلات أنواع من المعادن حديد بوكسايت مانجانيز حديد بوكسايت مانجانيز الصناعة في البرازيل برغم ده كله يقول لي الصناعة في البرازيل في البداية كانت تقتصر على الصناعات الغذائية صناعات غذائية بسيطة صناعات منسوجات صناعات كيموية أما الآن يعني في البداية كانت الصناعات عندهم بسيطة إيه؟ غذائية ومنسوجات وصناعات كيموية الآن ظهرت صناعات سقيلة في البرازيل بعندهم صناعات سقيلة زي إيه؟ زي الحديد والصل صناعة السيارات، الطائرات، الآلات الكهربائية، الأسمنت يبقى تقدمت الصناعة في البرازيل الصناعة تتركز فين في البرازيل؟ في الجنوب الشرقي قرب مدينة ساوباولو وريو دي جانيرو يبقى عندهم صناعة في ساوباولو وريو دي جانيرو أهم المدن عندي ثلاث مدن مهمة في البرازيل برازيليا، ريو دي جانيرو و ساوباولو برازيليا عاصمة جديدة وأهم المدن دي العاصمة الجديدة وأهم مدينة أنشأتها الدولة من المدن الجديدة لإعادة توزيع السكان برازيليا وميناؤس أهي برازيليا جات لهي دي العاصمة الجديدة ريو دي جانيرو العاصمة الأديمة ومن أجمل المدن في السياحة ساوبولو دي أهم الموانئ على المحيط الأطلانتي وتشتهر بالمباني الضخمة يبقى أنا خدت عاصمة جديدة برازيليا عاصمة أديمة ريو دي جانيرو ساوبولو ميناء مهم على المحيط الأطلانتي عاصمة جديدة برازيليا قديمة ريو دي جانيرو ساوباولو أهم المواني على المحيط الأطلانتي زي ما شايفين في الخريطة قادي برازيليا في النص هي اللي أنشأتها الحكومة هلاقي في الجنوب الشرقي ريو دي جانيرو وجنبها ساوباولو جزئية مهمة جدا علاقة الدولة دي علاقة البرازيل بمصر بنستورد منها ايه وبنصدر لها ايه تصدر مصر البرازيل بنصدر للبرازيل أقطان قطن مواد غزائية أساس منسوجات أسمدة قطن مواد غزائية أساس منسوجات أسمدة بنستورد ايه من البرازيل تستورد مصر من البرازيل حبوب غزائية زيتية اللي هي الحبوب اللي بتستخدم في إنتاج الزيوت بنستورد السكر البرازيل الأولى في العالم في السكر مش هنسيبها لازم نجيب منها يبقى بنستورد السكر من البرازيل حديد اللحوم البن حبوب غزائية زيتية سكر حديد لحوم بون يبقى دي الحاجات اللي بنصدرها للبرازيل قط مواد غزائية أساس منسوجات أسمدة نستورد من البرازيل حبوب غزائية زيتية سكر حديد لحوم بون يبقى دي علاقة مصر بالبرازيل ودي آخر جزئية في درس النهاردة يبقى درس النهاردة تعرفنا فيه على دولة البرازيل وقلنا أن دولة البرازيل من دول قارة أمريكا الجنوبية تحتل نصف مساحة القارة فيها أكبر سكان في قارة أمريكا الجنوبية اللي هم 2.3 مليون نسمة عرفنا الأنشطة الاقتصادية عندهم عرفنا السكان عرفنا أهم المدن في البرازيل وعلاقتها بمصر مصر بتصدر الله إيه وتستورد منها إيه أتمنى تكونوا استمتعتوا في درس النهاردة واشوفكم على خير في حلقات جديدة شكرا لكم اشتركوا في القناة